بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة استكمالاً للcoefficient of permeability اللي تكلمنا فيه في بارت 7 النهاردة هناخد بارت 8 اللي إزاي نجيب الcoefficient of permeability أو إزاي نوجد معامل النفاذية للطربة لو بصينا للجدول اللي قدامك دوت ده تقريباً ملخص للطرق اللي ممكن تجيب بيها الcoefficient of permeability أو k للsoil المختلفة فطبعاً بتعتمد الطريقة اللي هنستخدمها على حسب نوع الsoil هل السويل هو الgravel هل clean sand هل wizard clay fine sand أو salty clay أو intact clay يعني clay ماله صافي فلو انت بتكلم على الgravel أو clean sand في عندنا طرق المباشرة عشان نجيب بيها الkey اللي هو constant head test وده اللي هنقوله بالتفصيل إن شاء الله في الpart دوت وفيه كمان falling head لا falling head بيصلح لمين للطرب اللي هي مالها premility بتاعتها أو الكي بتاعتها من اللو للvery mean low ده falling mean head أما فيه طرق تعتبر مالها indirect يعني ممكن نجيبها بطرق غير مباشرة عن طريق تجارب تانية يعني في عندنا لما تبقى الـ CU بتاعتي أو الcoefficient of uniformity أصغر من خمسة فالكي بتاعتي بتساوي عشرة في D10 وخلي بالك إن دي عشرة دوت بيتجاب منين بيتجاب من تجربة الغيرين size distribution أما لو بنتكلم على كلي صافي فممكن نجيبه برضك عن طريق حاجة اسمه consolidation test نجيب منه في كي بتساوي CV في الجاما أوترا في الـ MV وده نتعرض لي لما نيجي نتكلم عن consolidation test كل دول خلي بالك laboratory methods أو طرق بنجيبها فين في المعمل أما فيه طرق طبعا فيه الموقع عندنا فيه falling head test وفيه bumping head test ودول برضك ناخدهم إن شاء الله في القرص بتاعنا بالتفصيل وفيه عندنا بس الكلام ده يصلح لمين للطربة اللي هي high أو medium key أما الطرب اللي هي تعتبر low or very low أو in previous بنستخدم الـ Packer test أو gulf permeability اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو constant head constant head دوت بساطة خالص انت بيجيب soil بتاعتك هيت وبيبقى معروف إن الطول بتاعها L كويس بنحط فوق boros plate وتحت boros plate كويس وبعدين بيبقى فيه عندي خزان مية هنا هوت خزان المية دوت لاحظ إن فيه هنا مخرج ليه فلما أنت تحط مية هنا بالتاب أو بالصنبور يعني فتلاقي إن المية كل ما هتوصل للمنسوب ده اللي هيحصل هتنزل فمستواها ثابت هنا هو خلي بالك لو المية نزدت هنا هتبتدي تخش في مين في الصيل وبعد ما تخش الصيل تيجي على tank هنا التانك ده برضك مليان على الآخر وأنا حطت فيه مين الصيل بتاعتي فالمية اللي هيحصل المية لو نزلت من هنا هتعبر خلال التربة اللي مساحة مقطعها A وتبتدي A تنزل فيه اللي هو ده اللي أنت تقدر تحسب منه حجم المية التجربة ببساطة خالص أنت بتحسب مين بتحسب حجم المية المتجمعة في زمن ده اللي هو الحجم اللي هو الV ماشي في زمن معين T طيب إزاي يحصل الكلام دوت الاثبات مش عليك طبعا ممكن ترجع ليه في الكرصات الأديمة أنت عندك الكي بتاعتك بتساوي L في L على T في L في H LV دوت ده يعتبر حجم مين حجم المية اللي أنت بتجمعها في L ده طول مين العينة بتاعتك ال T الوقت اللي أنت جمعت فيه ال A الVolume ده وال A ده مساحة مقطع العينة وال H ده يعتبر مين الضغط السابت بتاعك في ناس يقولك لأ أنا مش أخد طول العينة كله أنا أخد جزء من العينة طولها مين L وهحط هنا حاجة زي البيزوميتر يطلع لي هنا المية ضغطها كام من هنا اللي هنا هو ده مين ال H داش يبقى في الحالة ديت هنبتدي نستخدم مين لو تلاحظ استخدمنا L داش بس طالما استخدمت L داش ما تستخدمش ال H تستخدم مين H داش أو الفرق ما بين الضغط عند المقطة ديت وعند المقطة ديت اللي هو الضغط سابت والضغط ده مش هتغير طالما في المية ماشية على طول من الصنبول فأنت لو تلاحظ ان هو ده الجهاز بتاعنا بتاع ال نبيب ديت عشان نحسب الضغط بتاعها والعينة بتاعتي بتتحط فين بتتحط فيه السل اللي قدامك هنا هو ودي الادوات اللي انت ممكن تجمع العينة بتاعتك تحطها هنا هو وتبتيتي تحط فيها المين المية لاحظ ان المية نزلة على التربة وتبتيتي تخرج من ناحية التانية البيزومتر اللي قدامك هنا هو وهنا مصدر المية اللي شغال على طول عشان يبقى الضغط سابت على التربة طبعا الطريقة ديت زي ما احنا اتفقنا بتصلح للتربة اللي بتاعتها مالها عالية او متوسطة شكرا